لم يكن فيصل صحيح أن أتواجد الآن من محافظة ظهراء الجنوب هذه المحافظة الوادعة التي طالتها يد الخيانة والغدر من الحوثي المدعوم من إيران الذي دائما ما يحاول استهداف المدنيين والأبرياء وكذلك الأعيان المدنية لهذه المحافظة التي حقيقة أثبتت صمودها ضد هذا المعتدي الغاشم الذي دائما ما يستهدف المنشآت الحيوية والمقرات التابعة للمنظمات الحكومية الموجودة هنا في محاولة ظهراء الجنوب وكذلك الخدمات اللوجستية والبنى التحتية الذي نرصد بالقرب من الخزانات التابعة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والعلى زميل محمد ينقلكم الخزانات الواقعة على يساري الآن وقد تعرضت لاستهداف مساء هذا اليوم من قبل حوثي المدعوم من إيران لاستهداف عدائي أصاب الخزانين التابعة لمحافظة ظهراء الجنوب كواحدة من أهم المخازين الاستراتيجية للمياه الموجودة في هذه المحافظة استهداف للبنى التحتية استهداف لحياة الناس والمدنيين والأبرياء في هذه المحافظة التي تعتمد حقيقة على مصدر المياه المالحة وهذه واحد من أهم المواقع المهمة التي تعمل على تقديم الخدمة لأهالي محافظة ظهراء الجنوب أهالي محافظة ظهراء الجنوب تعرضوا لعديد من الاستهدافات خلال الأيام الماضية كان آخر الاستهداف الذي طال موقع محطة الكهرباء التابع لمحافظة ظهراء الجنوب واليوم هذه المحافظة تسجل بمثل هذا الاستهداف شجبها واستنكارها لمثل الممارسات التي دائما ما يمارسها الحوثي المدعوم من إيران على المنشآت الحيوية والمدنيين والأبرياء إضافة إلى المواقع التابعة لمنتجات الطاقة وكذلك الكهرباء ما تحدث عنه فيصل بينا أيضا محافظة ظهراء الجنوب تعيش هذا المساء واحد من مساءاتها العادية بفضل سبحانه وتعالى ثم بجهود قيادة تحالف حقيقة للتصديل مثل هذه المحاولات القاشمة اليوم عن يميني أيضا واحد من أهم المواقع المهمة في وسط ظهراء الجنوب وكما تشاهد الحياة الطبيعية التي تمشي وتستمر هنا في محاوظة ظهراء الجنوب بالحركة المنورية المستمرة أيضا حياة الناس الطبيعية لقضاء احتياجاتهم وما أؤكد عليه حقيقة بأن محاولات الحوثي المدعوم من إيران لاستهداف المدنيين والأبرياء والمنشآت الحيوية في ظهراء الجنوب لن يزيد أهالي المحافظة إلا صمودا في وجه هذا المعتد الغاشم وعلى ثقة تامة بأن كل هذه المحاولات تحتاج حقيقة إلى وقفة المجتمع الدولي لإيقام مثل هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين والأبرياء هنا في هذه المحافظة وكذلك وجوب وقفة المجتمع الدولي في مثل هذه التجاوزات في هذه المحافظة عبدالله هل هناك تأثر في إمدادات المياه في المحافظة لديك أما لوضاع طبيعية حتى هذه اللحظة كما تعلم صحيح المحافظة تعيش يومها العادي فيما يخص إصابة الخزانة تابع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هناك يعني كما وصلنا منذ وصلنا إلى هذه المحافظة وجدنا فرق تابع الأمن الصناعي تابع لمؤسسة المياه المالحة وأيضا فرق الدفاع المدني المتواجدة بالموقع سيتم حصر الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء الغاشم أيضا هناك مستوى عالي لحضور القيادات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستصل إن شاء الله إلى محافظة الجنوب لتقييم الأضرار وضمان بإذن الله استمرار الحياة الطبيعية لهذه المحافظة